اشتركوا في القناة محمد سلامة، كاتب صحفي من موليد 1978 في مصر، خريج كلية أصول الدين جامعة الأزهر، له العديد من الكتب المنشورة والمطبوعة، والعديد من المقالات في الصحف، منها خير الناس أنفعهم للناس، وكون أم عظيمة، وصامدون في وجه الإحباط، ونفوس ودروس الذي يقول فيه، اشتركوا في القناة إن الموهبة فيك كامنة، لكنك لا تراها، ولا يراها من حولك من المحبطين المثبتين، إنها تنتظر اللحظة المناسبة حتى تشب عن الطوق قل لأي طفل أو زوج أو موظف أنه غبي أو أحمق بالنسبة لأي شيء، وأنه معدوم المواهب، وأنه يفسد كل شيء يقوم به إذا فعلت هذا فقط دمرت لديه كل حافز لتقدم، ولكن بدلا من ذلك استخدم الطريقة العكسية، كن سخيا في تشجيعك، واجعل الشيء الذي يفعله يبدو سهلا، وأنه بالتدريب سوف تكبر موهبته، إذا تعهدها بالرعاية، وأنه سيتفوق إن الذي يدفع الزارع إلى الكتح والعرق أمله في الحصاد، والذي يغري التاجر بالأصفار والمخاطر أمله في الربح، والذي يبعث الطالب إلى الجد والمثابرة أمله في النجاح، والذي يحبب إلى المريض الدواء المر أمله في العافية، والذي يدعو المؤمن أن يخالف هواه ويطيع ربه أمله في رذوانه وجنته الأمل إذن هو إكسير الحياة، ودافع نشاطها، ومخفف ويلاتها، وباعث البهجة والسرور فيها، ما أذيق العيشة لولا فسحة الأمل إن بعض العباقر عاشوا في محيط لا يؤمن بهم، ولا يرى فيهم أي نفع أو فائد للدنيا، حتى القريبون منهم كانوا يؤمنون بفشلهم، ويرون تخلفهم وقد يصارحونهم في وجوههم بأنهم فاشلون لا قيمة لهم ولا مكانة، لكن روحا قوية في نفوسهم، أفلتتهم من سهام التوهين إلى مصير كبير وعجيبة هي النفس الإنسانية، تخفي بداخلها سيلا مدرارا من الطاقات والمواهب، ولكنها تنتظر من يكتشف إبداعها إن ثناء يأتي بتأثير لا يقاوم، يشبه المعجزات، تستطيع أن تغير الناس إذا عملت على إلهاب المشاعر الإنسانية لمن تتصل بهم، حتى تخرج الكنوز المدفونة التي يمتلكونها إن التشجيع بالكلام له قوة تفوق قوة الكهرباء أو الطاقة النووية، فالكلام أكبر محفز للإنسان، فيجعله مبادرا ومنتجا وناجحا في الحياة فالتشجيع يجعل السياسي والاقتصادي والتربوي يبدع في عمله، والتشجيع هو الذي يجعل اللاعبين في الملعب يتحمسون ويحققون الأهداف فالتشجيع مثل الفيتامين للإنسان، فلنحسن استخدامه مع الكبار والصغار، حتى نوجد أشخاص يحبون العمل ومبادرين، ولديهم الثقة بأنفسهم ترجمة نانسي قنقر